السلام عليكم و اهلا سلام بكم فيديو جديد مع عمر دايزر ان شاء الله الجميع بخير والنهاردة معنا حماسية و مختلفة جدا الفترة الأخيرة من السنة نص الأخير من السنة كانت تعتبر فترة قوية جدا بالنسبة لأبل كان عندهم ثلاث مؤتمرات في ثلاث شورة بعضهم و كلهم جمدين جدا و فيه حاجات كتير جديدة في السوفتوير وأكيد كمان في جانب الهاردوير ولكن أبل لم تكن أريد السنة تخلص من غير مفاجأة كمان إضافية من غير المفاجأة و قبل ما السنة تخلص أبل اعلنت في صمت عن منتج جديد تماما و يعتبر أساسا فئة جديدة تماما على الشركة و أخيرا وصل وهذا هو منتج أبل اللي عمل ضجة و عمل قلبان في الساحة الفترة الأخيرة طبعا كلكم عارفين الأيربودز والأيربودز برو و اسمحوا بها دلوقتي أعرفكم بالأيربودز ماكس سماعات أبل الجديدة والعجيبة جدا هنستكشف دلوقتي مع بعض كل حاجة عن أبل ايربودز ماكس وأكيد قبل أن نبدأ لا تنسوش لايك العنيف لا تشتركوا في القناة لا تنسوش معنا مع كل اختراعات وتجربة كل المنتجات الجديدة أول بأول هي حرفيا لسه وصلاري من شوية أساسا ولكن أنا أجربها معاكم لا استقنيت تجربة مع نفسي الأول دعوني نعمل انبوكسنج و نرى ما يأتي داخل الساندو سماعة ايربودز ماكس طبعا من الأساسية التي تجعلها حماسية جدا أن هذه فئة جديدة جدا على أبل أبل عمرها ما عملت سماعة أوفرير ديزاين ولكنه فخم و احترم كما أنتم متوقع من أبل و على فكرة اخترت اللون الأزرق فيه منها تقريبا خمس ألوان أنا عجبني اللون ده حسيته شيك و واو شكل غريب كده في الأول تحس ما هذا ايه اللي انا شايفه ده بالظبط وردي فئة السماعات من هذه النوعية فيها منافسة شرسة جدا من شركات التي أثبتت نفسها في المغيل بقوة فأكيد أبل عايزة تهمي حاجة مختلفة وده واضح ده واضح جدا عندما تفتح الجاطة تشعر انت أساسا مش قد تتعرف ان دي سماع أساسا أوكي طلع السماع من البوكس أوو اللي هوازت المختارة يا جماعة مش حاجة خفيفة أطلقها نرجع لها تاني دلوقتي و عندنا تحت هنا شوية المانوالز والأوراق مفيش ستيكر و عندنا كمان كابل لايتنينج يو اس بي سي مش يو اس بي سي و اس بي سي جاية مع مدخل لايتنينج هنا طيب نرجع بقى لهذا الشكل العجيب اللي فعليا يعني إذا شفته كان من بعيد أمورك ما هتستوعب ان ده سماعة محطوطة في الكفر بتاعها كي الكفر محتاجي فرشر الأول اكي أولا اللون أون بوينت ده اللازرق اللي أنا كنت عايزه فعليا اللازرق فعلا درجته ممتازة بس مقدرش أقول نفس كلمة على الكفر إذا يعني يستحق إنها نسميه كفر بصراحة عشان غريب جدا جدا هنرجع لكتاني دلوقتي أول نكمل كده الانبوكسنج طلع السماعة كده اوه ايوا يا جماعة كل ده معدن على فكرة درجة اللون لطيفة جدا أنا أقول شبه جدا لفي الايباد اير الجديد الألوان اللطيفة اللي عملينها أزرق واخضر ومعرفش إيه ده تقريبا نفس اللون مع الهيد باند اللونها أزرق يعني بلو كده زيادة التصميم حلو جدا يعني أول نظرة كانت تحس واو دي حاجة فخمة أنا حطلوكم بعض درجات اللي أزرق من أبل هنا يميل وشمال لكن ده درجة جديدة درجة مختلفة وهذه نلفة كده اوكي الاير كابس عليها كافرات كده احساسها لطيفة وقادي السماعة نفسها بقى وزنها يعني محترم سبستنشل كده في ايدك مش حاجة خفيفة أبدا الاير كوشنز نفسها مش جلد مصنوعة من الفابريك في ريحة غريبة في ريحة غريبة قبل بطلعها من الكامير كده طلقت ودلوقتي شميتها أكتر في ريحة كده ليس ريحة وحشة خلص ريحة فرش عربية جديدة نفس الريحة تركب عربية جديدة وتشمل فرش الكراسي والكنبة نفس الرائحة لطيفة اختيار الفابريك للأير كوشنز مثير الاهتمام انا تقريبا كل السماعات التي عندي فيها الجلد فسعادة تحرر الودن شوية وتسخنها بزيتا وستخدمها ببرا البيت اظن الفابريك هيبقى ريح والطف هنا كمان في ميموري فون شكلها مريحة جدا شكلها كده تبقى حاجة لطيفة بس برضو الفابريك بيتبقى عن الجلد وصعب انك تنظفه مقارنة بالجلد وعشان كده تقدر تخلعها فعليا حسب ما انا فاهم بس ماجناتك كده في شوية ماجنتز داير ميدور ابل السنة دي مركزها اول مع المنصط وبس تحطوها تاني في مكانها كدير كب دي اسهل طريقة واكتر طيقة عبقرية انك تشيل الكوشنز لو بتسال هتشيلهم ليه مش عشان تخسلهم ممكن تنظفها كده على جنب شوية بس عشان تقدر تبدلهم خالص ابل بتبيع فعليا سيبرت من دول كده الوحديهم بس سلتماع بعض سعرهم على موقع ابل حوالي سبعين دولار فلو انت بازوا منك تماما مش محتاج ترمي السماعة عبقرية ممكن تغيرهم او كمان لو عايز تغير الوان بقى لو انت راجل يعني فنان قوي عايز تركب لون تاني من الير كوشنز على السماعة تعتك في الخياطة نفسها مكتوب حرف ريمين حرف ال شمال شكلهم لطيف جدا واذا ما شايفين فيه فتحات جوه دي سنسورز وده اللي هتعرف فعليا انت لابس السماعة او قلعتها او خططها على جمهما الى ذلك اليربودز ماكس تبدو مرنة تبدو يعني ينفع على اي احسراس كبير او صغير وتلف معك بسولة بس درجات الحركة اللي فيها مقايدة يعني تقدر تلفها كده بس او تخليها كده فلات بس كده بتفعش الضم دي على دي زي بقيت السماعات تانية اخيرا انها تفضل كده بسماعة جربتها في حياتي مع جسم مصنوع من المعدن تقريبا بالكامل ده ستينل ستيل الجزء اللي فوق من البند نفسه مصنوع من الستينل ستيل طبعا موظم الشركات تتجنب هذا الموضوع عشان الوزن والسماعة دي فعلا احساس سرنها تقيل مستح نشوفها في اللبس ايه بس احساس طبعا المعدن والشكل والالومونيوم الماضفي شوية ده شكلها رهيب الشكل خطير جدا بالذات اللامد زرق ده اظن هو بالنسبة لان اشياء كلون فيهم معظم السماعات بيكون فيها جزء بلاستيكي في الجنب اللي بيتكتك ده لما تتوسعها وتضيقها هنا مفيش اي حاجة بلاستيكية هنا فعلا زي جزء كده من الستينل ستيل بيدخل في الهيد باند نفسها ويليه كده فريكشن بيتزحلق معك انه تحس فيه موتور طبعا لكن مفيش اي حاجة وبيثبت في مكانه ترجع عليها تاني هتلاقيها بنفس الواسع ده مفيش اي صوت ممكن توقفه في اي حتة مفيش تكتكة هنا الهيد باند نفسه تصميمه غريب بصراحة يعني تحس كمفرود يكون فيه كوشن زي ده هنا كده فوق مفيش اي حاجة ده مخرم ده مش كده شبك الاجزاء اللي فودي كلها تحسها متغطية برابر كده ناعم لكن جواها كلها ستينل ستيل يعني هنا كل الهيد باند مكمل ستينل ستيل طبعا انت تحسنا حاجة ازاي لا حطت حاجة زي ده على راسي لكن المش ده هو البين من تحت هو الحاجة الوحيدة اللي هتلمس راسك وانا مش فهم هو ازاي مخلينه لافف كده ويبضل ملفوف الشكل ده شكله لطيف جدا لكن هنحتاج بقى نجربه واظن برضو ده حاجة تخلي بالك عليها ممكن ألم ولا مفاتيح ولا اي حاجة تخرمه بسهولة حاجة برضو اخدت بالي منها ان لو استمعها في هذه الوضعية عادي ناحيتها يخبطها في بعض لكن لما تلفها كده دلوقتي المعدن هو اللي بيخبط في بعضية واظن ممكن تسمعها تجرح نفسيها فما ينفعش تسيبها بالوضعي يعني فهم كده ازودنا ممكن يقعودوا يخبطوا فاقليها دايما كده احسن الـ Airpods Max طبعا فيها خاصية Noise Cancelation زي ما نحكي بالتفصيل بعد شوية وهتلاقي متوزع عندك هنا فتحات حوالين كل ناحية من الاتنين تقريبا هنا فيه تسعة ميكروفونات مخصوص عشان تلغي الضوضاء من تحت هتلاقي عندك مدخل ومن فوق عندك بس طريقتين للتحكم فيها مفيش اي تتش هنا كل حاجة فيزيكال من ناحية اليمين هتلاقي عندك بس زرار واحد تقريبا ده بيحاول ما بين Transparency و Noise Cancelation وهتلاقي عندك Digital Crown فاكرين نفس الموجود في الابل واتش زرار اللي تقدر تلفه ده اللي هتعلي بيه وتوطي الصوت وضغطتين تعمل skip وتلت ضغطات ترجع ثاني بس زرار واحدنا وليه كليك كده لطيفة تلاحظ كمان ان كل ايركوب متعلق بمفصل كده عشان يديق أو يوسع ويمسك على رأسك مظبوط اوكي حانت اللحظة ان احنا نلبس الايربودز ماكس لأول مرة ونعيش التجربة كده مع بعض اولا من قهوة لابسها كده هي مريحة جدا الانطباعة الاولى انها مش قفلة على رأسي جامد اطلاقا لكن قفلة بشكل مناسب لليه مش حاسها تتزحلق قطوع ودني جوه تماما اليركوب اليركوب كبيرا نسبان فانا ودني يعني مش مريحة حاسنا جوه في حتة مفرغة وحاسس الهيد باند اساسا مش عدراسي او هو عدراسي بس انا مش حاسه لان موضوع المش ده فانا نعمل افكتن تحسسها متعلقة بس على مدانك من غير ما يكون فيه وزن تقيل اوكي انا عايزة دلوقتي شغالة على ترانسبيرنسي مودة تقريبا دوست الزرار وانا استمع نفسي كويس جدا دلوقتي بس انا عايزة بطها بالموبايل الاول كده ونشوف اين هيحصل طبعا زي كل عائلة اليربودز المفروض تقريبا مباشرة لما تقرّب السماعة من الايفون او من الايباد وعالفكرة ملاحظين ان اللون مختلف تماما بين الباسيفيك بلو والبلو هنا شكلهم درجات مختلفة اوكي خلينا نشوف كده البيرينج ومباشرة بيطلع لك الابشن انك تعمل تقريبا مع اليربودز ماكس اول بس تحط الاتنين جنب بعضهم من غير ما تعمل اي حاجة طبعا كل السماعة من دول اركبت فيها الاتش وان اوكي في لحظات كانت كل حاجة لا يوجد اي عناء لا يوجد اي بلوتوث سيتنجز ولا اي حاجة ولينا بقى نجرب انا عايز اجرب الاول الفرق ما بين الترانسبيرنسي مود والنوز كنسيليشن دلوقتي انا في الترانسبيرنسي مود اللي بيستخدم المايكروفونات التسعة الموجودين في السماعات هنا عشان يدخلي الصوت من برا الجوه كأنك مش لبس السماعة وفعليا كأنك مش لبس السماعة التجربة دي مع اليربودز برو بصراحة كانت ممتازة انا بحبه اكتر من نوز كنسيليشن هنا وهنا واضح انها كمان يبكي تكون احسن انا فعليا سبع نفسي كويس جدا جدا وحاسس ان ما فيش اي كاتمة للصوت حوالي اي صوت خفيف اي نغمشة اي حاجة ده خلف ودني مباشرة ده مفيد جدا لو انت قد تشتغل وقعد بحد بيتكلمك مش عايز تفصل نفسك عنه انت كه سبع كويس جدا او قاعد في مطار او قاعد في حدة عايز تسمع حاجات حواليك من غير وعكس الترانسبرنسي مود هو نويز كنسيليشن مود والي بتشغله بالضغطة واحدة هنا وخليني اقولكم انه خطير جدا انا متعود على بتاع اليربونز برو كويس جدا جدا هنا الليفل اللي اعلم كده كمان انا مش قادر حدد هل هو احسن من اللي جرامتم لكده في السوني ولا لا بس هنا رهيب انا بيبان معي حتى لو تقعد في قوضة هادية بيبان مستوكات من صوتك انت انا احسن صوتي بعيد احسن صوتي مكتوب جدا عجبني جدا سهولة وصرعة التحويل ما بين نويز كنسيليشن والترانسبرنتسي بس بضغطة واحدة بس بضغطة واحدة بس ضغطة لو عايز تسمع اللي حواليك بعدك هترجع تاني تعيش في علامك بضغطة واحدة تاني وبيستجيب معك بسرعة كده بيعمل تين ترين بيعمل لك صوت كده في ويدك عشان تعرف ان في حاجة حصل انا اول ما شفت التصميم بسرعة كنت احسس ديجيت الكراون هي بقى فكرة غريبة شوية يعني زرار مش كبير قوي ومحطوط لوارا كده لكن انت لبس السماعة سهل جدا في علانك تعلي وتواطي الصوت بس بلمسة كده بس بيتمرر ايدك وبيعمل لك صوت تكتكة في ودانك مفيش ريزيستنس فعليا لكن بيعمل لك تكتكة كده وسريع جدا بيعلي ويوطي موكت تعلي على الاخر بس بحركتين كده سراعة ومكانهم متى بسراحة يعني احسن بكتير ما كنت متخيل هو كان في نقطة مفروض اظن انا كنت يبدأ بها الفيديو وهي السعر بس اظن اكيد كلكم سمعتوا عن هذا الموضوع السماعة دي يا جماعة اول سماعة اوفر اير من ابل سعرها خمسمية وخمسين دولار ده رقم كبير جدا مقارنة بأي سماعة تانية بوجودة في هذه الفئة سماعة ساني اللي انا بعتبرها بالنسبة لي بصراحة الكنج الاكس ام فورس سعرها حوالي تلتمية وخمسين دولار هنتكلم على فرق ميتين دولار مبين الاتنين ودي بالنسبة لي بتيعمل كل حاجة انا ممكن احتاجها من اي سماعة بس بصراحة في فرق شاسح فجود التصنيع مبين الاتنين دي مش وحشة سيطلق انه تقديت غلط جدا لكن ده واضح انها حاجة رفاهية حاجة فخمة سيادة المعدن والتصميم والشكل اكيد هنا توح انها اغلب بمراحل بسيبك من الشكل والتصميم المهم هنا هو الاداء والتجرؤة التي تأخذها فعليا مع كل سماعة وانا تلوقتي بقالي شوية كده عمل اجرب دي وارجع تاني دي وارجع دي وارجع دي وبصراحة مش قادر احدد من فيهم الاحسد الاتنين قريبين جدا من بعض وده شهادة كويسة في حق اول يعني منتج اول من فئة جديدة على ابل يعني كده الصوت الصراحة الاربودز ماكس رهيبة صوت هنا حلو جدا جدا يعني مش هي بصلى احلى من كده في تجربة هنا شخصيا كل حاجة واضحة وكلير في نسبة بيز محترمة هنا يمكن اظن في بعض التراكات كده تحس السوني بيز فيها اعلى شوية بس هنا الصوت يعني بيز كفاية جدا لأي بني ادم طبيعي وصوت كلير يا جماعة مفيش اي نغماشة هنا مفيش اي هس تسمع كل تفصيلة في الصوت بوضوح جدا النايس كنسليشن في الجون جدا لكن محتاجين بقى سفر وطائرات عشان نجربه فعليا بشكل مكسف اكتر والترانسبرانسي مود هنا تقريبا احسن واحد جربته على اي سماعة فعليا هنا شفاف تماما كل حاجة بره دخل جوه عادي واكيد زي ما انت بتخيل السماعة بتعمل باوز لما بتقلعها بتعمل بلاي لما ترجع تلبسها وعلى فكرة لو دوست بلاي من هنا بيطلع صوت من موبايل ومش بيطلع من السماعة عشان هو فاهم ان هادلوقتي ينتقلعها واول ما تلبسها تدوس بلاي هيشتغل تاني من السماعة او هيشتغل مباشرة من غير ما تدوس حاجة اذا عندك كزا منتج من ابل ايفون ايباد ماك وما الى ذلك ودهش الزبود المنطقي انه يشتري سماعة زي دي السماعة بتحول سيملس لمباشرة ما بين كل منتجه التاني تسمع هنا تحول تسمع هنا تحول مباشرة من غير ما تدخل خلص فيها كمان ما تكلمتش عليها وهي البطارية البطارية هنا حوالي عشرين ساعة طبعا نسي محتاجة اختبرها ولكن يعتبر اقل من حاجة زي السوني بتديك مثلا تلاتين ساعة بس برضو عشرين ساعة يعتبر مناسب جدا بس لو لاحظتم احنا بنتكلم على الزرائر هنا ان مفيش ترار باور مفيش on و off السماعة دي لما تخلص جولة الاستماع بتاعتك تلع السماعة بعد خمس داي بتدخل في لو باور مود بتقالل الاستهلاك الطاقة فيها ولو قعدتها كمان تسبتها كده بالساعات اكتر كم تدخل في لو باور مود اكتر منه كمان وتستهلك اقل والمفروض انها بتستهلك يعني لو سبتها في الوضعي دي نسبة بسيطة جدا من البطارية وانت حطتها زي مية حتى وهي شغالة دي ومستنيها كينك تلبسها مباشرة اذا خلصت بقى استخدامها النهاردة وعايز تخليها تستهلك طاقة اقل وبشارة هنا بقى يجي دور يعني مش عارف اقول عليها كيس ولا لا هذا الشي الغريب اللي جاي معه هذا الجراب محفظة وسائلة جدا ان تدخل السماعة وتطلعها منه اوكي بس هو شكله عجيب يا جماعة الغطة هنا ماجنتيك والسماعة اولا تخش فيه بتدخل مباشرة في لو باور مود وتستهلك طاقة قليلة جدا وبرده جاهزة مستنيك بس ها بيحميش اي حاجة خالص في السماعة يعني كل الحتة اللي ممكن تتخربش اللي ممكن تتخرب او تتطعم مع كشوفها برا وطبعا يعني اكيد انتم ملاحظين شكله شكله حاجات كتير بس ما شكلهش جراب يعني انا بصراحة اخاف حط السماعة كده في شنط الظهري مثلا او في اي شنطة حيث انها هتتبهدل ده هيتخرم دي هتتطع هتتخرمش فيه حاجة هتنحصل يعني واظن ان ابل اصدا تعمل كده عشان تخليك تمسكها كده شكلها كده شنطة يا جماعة يعني اظن ان ابل عايز اتعمل فاشن جديد عايز اتعمل يعني صرعة جديدة فعالة من الموضوع ان كل واحد اشيل سماعته وهو ماشي في الشرع واكيد بقى كل واحد يستعرض اللون الجديد بتاعه يمكن تبقى حاجة في المستقبل يمكن تلاقي الناس ماشين كده في الشرع فعليا زي ما كنا نشوف الاربونز في الاول شكلها غريب تلوقتي بيتعادي جدا يمكن دي هتتتحول للحاجة العادية بعد كده بس اكيد مش ده الديزاين انا كنت اتخيله في بالي ان انا احمي سماعة غالية بتوفر طاقة لوحدية وبتقلل استهلاك الباور منها طيب ايه الخلاصة مع سماعة زي دي؟ قبل النصة للخلاصة لازم اقول لكم ان السماعة دي موجهة هتشتغل وايرلس فعليا لانا مفيش اي سلك بيوصلك لمدخل 3.5 ميلي زي بيجي مع اي سماعة تانية السلك ده لازم تشتريه انت بنفسك ب30 دولار من عما هوقع ابل وبيحاوله بين لايتنينج ل3 ونص وينفع الشغل ده انفع الشغل بتاع ابل تحديد لان لو جبت اي واحد من عندك مش هيشتغل فابل موجهات تمام منك تستخدمها بس ده مهم جدا ان انت استخدمها في الطيارة وتشيز مكان منطقي جدا للنويس كنسيليشن كل السماعات في الطيرات ده لازم تشتغل بسلك من تجربتي المحدودة مع السماعة لحد الوقتي هي رهيبة كتجربة وكجودة تصنيع وكأداء فظيعة جدا بس لو انت بتسألني اشتري اني سماعة اكيد مش هقول لك دي دي مش الاختيار المنطقي دي مش لأي حد بس إذا انت واحد بيج فان لأبل عندك كزا منتج من أبل بتحب الحاجات الفخمة واللي فيها رفاهية ودلع ومعندكش مانع انك تدفع 550 دولار في السماعة فأكيد اكيد مش تكون متضايق ابدا من هذه السماعة هي فعليا رهيبة إذا لم تنطبق لك حتى لو واحدة من الشروط دي فأكيد السماعة دي مش تكون هيا المناسبة دي وانصحك تحول على السوني الاكس ام فور تمنها ارخص وستطيع تجربتي امتازة جدا هذا كان خلاص تجربتي المختصرة اذا عندكم مع نها اي اسائلة كتبهوا لي في التعليقات بس لانتشترك قناة واشتراكوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أأتي من الماضي